اشتركوا في القناة رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الاسلامية والوفد المرافقة بمناسبة زيارته للمملكة بدعوة رسمية من مجلس النواب حيث نقل الى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الاسلامية ودولة السيد محمد نواز شريف رئيس الوزراء وتمنياتهما الطيبة لمملكة البحرين وشعبها المزيد من الازدهار والتقدم تحت قيادة جلالته الحكيمة رحب العاهل المفدى بضيف البلاد وكلفه بنقل تحياته لفخامة الرئيس الباكستاني ودولة رئيس الوزراء واصدق تمنياته للشعب الباكستاني دوام التطور والرقي والرفع منوها جلالته بمثل هذه الزيارات واللقاءات بين الوفود البرلمانية التي تسهم في تعزيز وتوسيع أفاق التعاون الثنائي والاستفادة من خبرات وتجارب البلدين خاصة في المجال التشريعي والبرلماني مؤكدا حفظه الله على الدور الهام الذي تطلع به المجالس النيابية في تنسيق المواقف وتوحيد الجهود والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية في المحافل البرلمانية كما تطرق العاهل المفدى إلى المسيرة البرلمانية في مملكة البحرين معربا عن اعتزازه بالإنجازات والمقتصبات المهمة التي حققتها هذه المسيرة منذ انطلاقتها لكل ما فيه خير وازدهار وتقدم المملكة وشعبها الكريمة مشيدا في الوقت ذاته بالمسيرة البرلمانية الباكستانية العريقة وما حققته من إنجازات على الصعيد الديمقراطي وأخذ للقاء ثمن صاحب الجلالة حفظه الله بكل التقدير والاعتزاز ثمن المواقف المشرفة لجمهورية باكستان الإسلامية تجاه المملكة والتي تعبر عن ما يجمع البلدين من روابط الأخوة الإسلامية وبدورها المحوري في نصرة القضايا العربية والإسلامية ودعم الروابط الأخوية بين البلدين الإسلامية أو الإسلاميتين ومساهماتها البناء مع المجتمع الدولي في تعزيز دعائم الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والعالمي كما أعرب جلالته عن تقديره لجهود الجالية الباكستانية ودورها في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البحرين على كافة مستويات التطور والبناء وبحث جلالة الملك المفدة مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية مجمل القضايا والمسجدات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي من جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان السيد سردار أياز صادق عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدة على الدور الكبير الذي يقوم به جلالته في ترسيخي وتطوير علاقات البلدين المسلمين التاريخية لأسيما على المستوى التشريعي والبرلماني مشيدا بحكمة وقيادة جلالته والتي مكنت مملكة البحرين من بلوغ أهدافها التنموية في ظل ما تشهده من تطور ونمو حضارية مؤكدا سعي بلاده لتوثيق أواصر التعاون مع البحرين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين اشتركوا في القناة